طيب نادي الرجاء كان ليه طلب بالتأجيل كانت ايه أسبابه؟ قال أول حاجة أن معاد المباراة جاي في توقيت غير مناسب لأن مش هقدر أخلص كل إجراءات التنظيمية وعندي مشكلة في الصفر والطيران بسبب غلق المجال الجوي يبدو أن نادي الرجاء نسي أو ما خدش باله أن فريق نهضة بركان وده قدام كل بيان الرسمة هون نادي الرجاء أن فريق نهضة بركان كان بيلعب أول أمس في كاس الكونفدرالية واستضاف فريق الجيش الرواندي ونظرا بسبب غلق المجال الجوي كان من الصعوب على النادي نهضة بركان أنه يرفض استقبال النادي الروندي ولكن مع ذلك تم فتح المجال الجوي لنادي الجيش الرواندي ولعب أمام نهضة بركان في مدينة بركان وانتهت بفوز نهضة بركان 2-1 وتأهل لدور المجموعات فبالتالي غلق المجال الجوي مش مبرر أبدا لعدم السفر وإقامة المباراة ليه؟ أن أنت هنا بتبقى المسئولية على عاطقك أنت أنت فيه مسابقة بتشترك فيها أو فيه منافس جاي لك يجب أن توفر كل الظروف لإقامة المباراة أو المشاركة فيه المسابقات الخارجية الجزئية الثانية لما قال أصلي لعبتي موجودة في كاس فيفا للعرب وهو نفس الأمر بالنسبة لعبتي الأهلي نعم بالعكس لعبتي الأهلي الموجودة في كاس فيفا للعرب أكتر من لعبي نادي الرجاء وكده كده البطولة في الضوحة فكده كده اللعيبة هتفضل موجودة وإنت بتسفر لها وريح لها عشان تلعب واجهة السوبر أمام النادي الآن الحقيقة خلاصة هذا الموضوع أن فيه لعيبة أجانب كان تم التعاقد معها من فترة وحاليا تم تسريحها وعدم استمرارها في صفوف نادي الرجاء والرجاء ما عملش صفقات في الفترة الحالية عشان يقدر يستفيد بالشرط الاستثنائي أنه يؤيد صفقات جديدة عشان يجيب صفقات جديدة لسه في يناير فبطبعا البند اللي سمح به الكاف حالية لازم تأيد استثنائيا من القائمة المحلية اللي عندك اللي أنت ملحيتش تأيده في القائمة الإفريقية الأولى الكاف سمح لك أنك تأيده دلوقت عشان تلعب بالصوبة فطبعا عشان فيه لعيبة أجانب مشهد كتير وصفيان رحيمي وبين ملانجو فبالتالي حاليا الرجاء ما عندوش القدرة البشرية أن يكون عنده صفقات ممكن يأيدها عشان يستفيد بيها في مباراة الأهلي دي الحقيقة لطلب نادي الرجاء وده رد الاتحاد الإفريقي وده الوضع بالنسبة لغلق المجال الجوي إنك طبيعي إنك تسافر وتاخد إذن عشان تشارك في مسابقة قرية مهمة زي موعد كأس السوبر اللي ما فيش موعد تاني دي إلا 22 ديسمبر بسبب ارتبطات كثيرة جدا في يناير وفبراير كأس أمم كأس عالم أندية وانطلاق مرحلة دور المجموعات اللي نادي الرجاء هيشارك فيها في دوري أبطال إفريقي ده كل شيء يتعلق بكأس السوبر من مبارح للنهاردة قلن لكم كل التفاصيل الخاصة بموعد هذه المباراة وإن شاء الله الأهلي بقى يبدأ يحضر ويشتغل على هذه المباراة والمباراة في موعدها 22 ديسمبر على ملعب جاسم بن حمد إلا إذا رأيت اللجنة المنظمة المحلية أنه يكون فيه حضور جمهوري كبير فالمباراة تنقل لأستاذ أحمد بن علي أستاذ نادي الرهيان إحدى الملاعب المنديالية اللي بتصديف كأس فيفا للعرب وأيضا كمان مرشحة أوها تصديف مباراة كأس العالم 2022 في الدوح